عدقيت على سمر قلت لها سمر اللي حقيني أبي أستعين فيك لأن انت دائقتج غير غير عني أنا يا ربي ما هي يعني قلبي ما هي يعني أنا عن الثامين وانت زعلانة مني والله يا إنا ما يغمض لي جفن وانت موراضية عني لا لا أنا زعلانة زعلانة هكين زعلانة اللي نطلعون بسكات مرغير ما تقولوا لي تعالي معنا نتسوق هذي كافت تكون علوفة في المظلوق؟ بس لأنت لو تعرفين السبب رح تأذريني بس عرفي السبب يبطل العجب هاش هذي هدية من عامرة ها حبتيها مشكورة تصلح حق الجمعية ولا السبا يعني مايزت لك ها خلاص وصلت أحيان خلاص أترى هذا عاد مذوقي أنا أنا ذوقي ما الأول بس هذا ذوق سمر اسملة عليها وأنا أقول الدوق لك علي يعني ما أعجبتك أعجبتني؟ الدوق حريمك باع عيهايز رمم مو دوقي أنا شبابي تشفيت شمال تفتامي ماذا تاخذين مع العيهايز؟ ماذا تاخذين مع الرمم؟ أنا شكايلت لك؟ لا سمار مو تشدي مسكينة هي مرت بظروف صعبة وايد واللي مر بها الظروف الله يرحم حاله أحسها قاعد تعمل تستفزت وانتي ما شاء الله عليك برود تدري اللي أنا شون قمت وشلت الجنطة وكفقتها على رأسها هذه أنت اللي بسرعة حق تكفق لكن أنا أعذرها يا بنت الحلال يا سمر إذا حنا ما أعذرناها من اللي بيعذرها وعليه؟ عامرة أنا خايفة عليك والله هذه علاقتها سامة والله أنا خايفة مع الوقت تتأذيك وتضرتك لا ما راح أحذرني هذه الحين هي مو على طبيعتها نتيجة الظروف صار فيها تشني واختلت بترجع طبيعتها وانا شرانا شنو طبيعتها؟ صجني يا بنت خالتنا بسترمح تبكينا فيها وايض؟ سمر نفترض الشيء الزين فيها ما نفترض الشيء السيء بعدين ترى الطلاق مسهل طلاق شيء شايد ومو أي طلاق على قولتها طلاق السلطان